مرحبا بكم طلاب مدرسة ثاني جوزيف صف الخامس الابتدائي قسم الدراسات الاجتماعية هنتكلم النهاردة عن الفصل الدراسي الأول عن درس الوحدة الثانية من الأنشطة الاقتصادية في مصر الوحدة الثانية الأنشطة الاقتصادية في مصر الدرس الأول الإنتاج الزراعي والسمكي والرعوي الإنتاج الزراعي والسمكي والرعوي يبقى عن الوحدة الثانية أول درس عندي هو الإنتاج الزراعي والسمكي والرعوي الإنتاج الزراعي في مصر تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر 8.5 مليون فدين عندي 8.5 مليون فدين للزراعة زي ما عندي أماكن للتجارة، أماكن للصناعة، أماكن للسياحة عندي 8.5 مليون فدين للزراعة أهمية الزراعة في مصر إيه؟ عندي كم واحد بيشتغل في الزراعة؟ الزراعة بتصدر لنا إيه؟ بتعمل إيه مهم لنا؟ يعمل بها 28% من إجمال قوة العمل يعمل بها 28% من إجمال قوة العمل وتعمل إيه تاني؟ بنصدر منها 20% بعمل صادرات من الزراعة 20% هم إيه لنا بصدرهم؟ لازم أعرفهم بالترتيب لازم نحفظ الصادرات بتاعتنا بالترتيب برتقال، بطاطس، قط، أرز أول مركز الأول برتقال مركز الثاني بطاطس مركز الثالث القط المركز الرابع الأرز لازم بالترتيب برتقال، بطاطس، قط، أرز برتقال، بطاطس، قط، أرز يبقى تاني الانتاج الزراعة في مصر تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر 8.5 مليون فدين الزراعة مهمة ليعمل بها 28% من إجمال قوة العمل وتساهم بنحو 20% من الصادرات قلت إن هي بنصدر أربع حاجة مهمة بالترتيب بارتقال بطاطس قطن أرس أهداف التنمية الزراعية التنمية الزراعية مهمة ليه؟ إيه؟ لأنا إيه الأهداف بتاعتي عشان أنمي الزراعة بتاعتي؟ ليه بنمي الزراعة بتاعتي؟ أهداف التنمية الزراعية واحد زيادة مساحة الأراضي الزراعية إن أنا بزود مساحة الأراضي الزراعية تمام اثنين زيادة إنتاجية الفدين إن أنا عندي إنتاجية فدين كتير بدل مع من العشر كيلو بس لا أنا بزرع عشر فدادين خمستاشر فدان ستاشر فدان بعمل إنتاجات فدان كتير تحسين مستوى معيشة الفرلاح تاني يبقى أهداف التنمية الزراعية واحد إن أنا أزود مساحة الأراضي الزراعية بزود المساحة الأراضي إن أنا أزرع عليها طيب أزرع عليها كمية بسيطة لا تاني حاجة زيادة إنتاجات الفدان أزود إنتاج الفدان أزود إنتاجية الفدان تلاتة تحسين مستوى معيشة الفلاح بخلي الفلاح يعيش عيشة كويسة علشان يقدر يراعي أرضه مثلا واحدة صحية جنبه للعلاج مدارس جنبه لأولاده علشان يقدر يسكن جنب أرضه ويقدر يراعيها يبقى أهداف التنمية الزراعية واحد زيادة مساحة الأراضي الزراعية زيادة إنتاجية الفدان تحسين مستوى معيشة الفلاح مشروعات التنمية الزراعية عندي أربع مشروعات واحد تشكة اتنين ترعيتي السلام تلاتة شرق العينات أربع الفرفر أول مشروع عندي مشروع تشكة تاني مشروع ترعيتي السلام تالت مشروع شرق العينات أربع الفرفر ايه المشروع ديت؟ المشروع ديت؟ المشروع ديت هي استصلاح الأراضي الزراعية يعني تشكة ديت بس تصلح أرض ما بين جنب بحيرة نصر ترعة السلام ديت بتوصل ما بين نهر النيل وشمال سينة شرق العينات دي في الصحرة في الصحرة الفرفرة برضو مكان في الصحرة يبقى اتنين في الصحرة واثنين جنب بحيرة نصر وترعة السلام ديت جنب نهر النيل ثانيا الانتاج السمكي في مصر مصايد الأسماك لاستزراع السمكي زي مزارع سمكية وحقول الأرز مصايد الأسماك أول حاجة عندي الاستزراع السمكي يعني أنا بزرع سمك بزرع سمك ازاي بعمل مزارع سمكية بملحوط وأحط فيه مثلا سمك صغير وديه الأكل بتاعه يكبر ويتقاصر فدوت بيعمل استزراع سمك بعمل مزارع سمكية طيب حقول الأرز ديت حقول الأرز أنا عندي حقل الأرز بياخد مية كتير علشان الأرز دوت يعني أعرف أنتج أرز لازم يبقى فيه يوجد لي مية كتير طيب أنا المية دي أستفيد منها إزاي هستفيد إن أنا بدل ما هبقى للحقول الأرز بس هحط فيها سمك صغير يتقاصر بالمية يتقاصر كده كده هو بيأكل الأرض اللي هو بيزقى بمخطوط فيه محصور الأرز فهيتقاصر مع حقول الأرز يبقى عندي الاستزراع السمك دوت أول حاجة مزارع سمكية بعمل حوض أسماك تاني حاجة حقول الأرز تاني حاجة عندي مصايد المياه الملحة أنا هستطاد من المياه الملحة فين؟ في البحار والبحيرات عندي بحيرات ملحة وعندي بحار زي البحر المتبسط والبحر الأحمر طيب مصايد المياه العزبة أيوة أنا عندي نهر النيل فيه مصايد فيه سمك والترع لزي ترع زي ترعة ناصر بحيرة ناصر ويه أو بحيرة ناصر الترع فيه ترع بتبقى صغيرة كده ده خرجة من نهر النيل دوت برضو بيبقى فيها مصايد أسماك تاني مصايد المياه العزبة عند نهر النيل وبحيرة ناصر والترع ديت بتبقى خرجة من نهر النيل فدوت ممكن يبقى فيها مصايد أسماك أسباب عدم كفاية الإنتاج السمكي حاجة السكان الانتاج السمكي مش بيكفي حاجة السكان الانتاج السمكي لا يكفي حاجة السكان طب ليه؟ إيه الأسباب؟ واحد تلوس مياه البحار والبحيرات المياه البحر بتبقى ملوسة فعلى شك كده السمك بيموت فدوت مش هنقدر ناخد منه السمك اللي احنا عايزينه للسكان التوسع العمراني على حسب البحيرات مثلا عندي بحيرات جنب البحار وكده فالناس بياخدوها يبنوا عليها يبنوا مدارس يبنوا عماير فنتبقى أشبه حيرات خلاص بقى بتجف ويبدأوا يبنوا عليها كده اللي أنا مصايد الأسماك عندي بتقل استخدام الوسائل البدائية في الصيد أنا علشان أقدر أصطاد سمك لازم يبقى عندي وسائل حديثة في الصيد لازم يبقى عندي وسائل حديثة في الصيد مش وسائل بدائية لكن مصر بتستخدم وسائل بدائية يعني حاجات بسيطة كلة رؤوس الأموال وصعوبة الصيد في البحر الأحمر لكسرة الشعب المرجاني كلة رؤوس الأموال أنا معيش راس ميل كتير معيش فلوس علشان أقدر أشتري إمكانيات صيد كويسة أقدر أصطاد بيها وصعوبة الصيد في البحر الأحمر البحر الأحمر فيه كسرة الشعب المرجانية عندي في البحر الأحمر شعب مرجانية كثير بتخليني ما أقدرش أصطاد سمك بيخليني ما أقدرش أصطاد سمك البحر الأحمر بسبب كسرة الشعب المرجانية ممكن يجي بما تفسر صعوبة الصيد في البحر الأحمر لكسرة الشعب المرجانية تاني أسباب عدم كفاية الإنتاج السمكي حاجة السكان يعني الإنتاج السمكي مش بيكفي حاجة السكان 1- بسبب تلوث مياه البحار والبحيرات 2- التوسع العمراني على حسب البحيرات 3- استخدام الوسائل البدائية في الصين 4- كلة رؤوس الأموال 5- صعوبة الصيد في البحر الأحمر لكسرة الشعب المرجانية جهود الدولة لتنمية الصروة السماكية الدولة هتعمل إيه علشان تنمي الصروة السماكية 1- زيادة إنتاجية الأسماك من النيل والبحيرات يعني أزود إنتاج الأسماك من النيل والبحيرات أزود مزارع السماكية بتاعتي أزود سماك في حكول الأرز 2- تقليل واردات مصر من اللحوم والأسماك أقلل إن أنا أستورد لحوم وأسماك من بره أقلل الواردات بتاعتي 3- رفع مستوى معيشة الصيادين رفع مستوى معيشة الصيادين علشان يقدروا يعيشوا فأنا لازم أرفع مستوى المعيشة بتاعتهم أديهم مرتب كويس أديهم خدمات كويسة أو واحدة صحية مدارس فدوت عشان يقدر يعيش المحافظة على المياه من التلوث ودوت أهم أسباب من الأسباب اللي فاتت ديت 3- الإنتاج الراوي في مصر تقتصر تربية الحيوان على المزارع والحقول تستخدم للمساعدة في أعمال الحقل إنتاج اللحوم باستخدم اللحمة منهم والألبان يقتصر وجود المراعي الطبيعية في مصر على شمال سيناء الساحل الشمالي والوحيد عندي المراعي الطبيعية موجودة في 3 أماكن شمال سيناء الساحل الشمالي والوحيد دي مكان المراعي دي مكان المراعي تاني عشان بتيجي أكمل توجد المراعي أو يقتصر وجود المراعي الطبيعية في مصر على شمال سيناء الساحل الشمالي والوحيد قلنا تستخدم للمساعدة في أعمال الحقل وإنتاج اللحوم والألبان طيب وقلنا أن الحيوانات بتتربى على المزارع بتتربى في المزارع والحقول طيب بيأكلوا إيه؟ بيأكلوا برسيم أو درم كلمنا عن جهود الدولة لتنمية الصروة السماكية نحن بتعمل زيادة إنتاجات الأسماك من النيل والبحيرات تقليل واردات مصر من اللحوم والأسماك رفع مستوى معيشة الصيادين المحافظة على المياه من التلوث كلمنا عن أسباب عدم كفاية الإنتاج السماكي للسكان بسبب إيه؟ تلوث مياه البحار والبحيرات التوسع العمراني على حسب البحيرات استخدام الوسائل البدائية في الصيد كلة رؤوس الأموال وصعوبة الصيد في البحر الأحمر لكسرة أشعب المورجانية كلمنا عن الإنتاج السمكي في مصر قلنا أن هي مصايد الأسماك في الاستزراع السمكي أن أنا بزرع سمك إزاي؟ بعمل مزارع سمكية بعمل حقول أرز بسطات في المياه الملحة زي البحار والبحيرات بسطات في المياه العزبة زي نهر النيل والترع وبحيرة نصر كلمنا عن مشروعات التنمية الزراعية في مشروع تشكة ترعية السلام وشرق العوينات والفرفر كلمنا عن أهداف التنمية الزراعية بنمي التنمية الزراعية إزاي بتاعتي؟ قلنا بنزود مساحة الأراضي الزراعية أزود إنتاجية الفدان تحسين مستوى معيشة الفلاح طيب الانتاج الزراعي في مصر اتكلمنا أن تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر 8.5 مليون فدان وقلنا أن أهمية الزراعة في مصر يعمل بها 28% من إجمال قوة العمل وتساهم نحو 20% من الصادرات زي البرتقال بطاطس قطن أرس ولازم نحفظهم بالترتيب برتقال بطاطس قطن أرس برتقال بطاطس قطن أرس قلنا الإنتاج الزراعي تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر 8.5 مليون فدان وأن أهمية الزراعة يعمل بها 28% من إجمال قوة العمل تساهم بنحو 20% من الصادرات يعني بصدر للخارج بصدر للبلاد الثانية طيب بصدر إيه وبالترتيب برتقال بطاطس قطن أرس هنا بيجي للسؤال بيقولي الترتيب الأول أو المركز الأول هو المركز الرابع هو المركز الأول هو البرتقال المركز الرابع هو الأرز هذا كان درسنا اليوم على إنتاج الزراعي والسمكة والرعاوي عن الوحدة الثانية الأنشطة الاقتصادية في مصر إن شاء الله أراكم في درس جديد في الصف الخامسة الابتدائي من مادة الدراسات الاجتماعية المركز الرابع